وانا باتكلم على نشاط الرئيس عندنا السيسي امام جلسة الحوار رفعة المستوى للتنمية العالمية في اطار البريكس بلاس مصر مستمرة في مبادرات التنمية حسب صحيفة الجمهورية في مبادرات التنمية الشاملة والمستدامة عملنا على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات وزيادة مخصصات الدعم والحمال الاجتماعية معالج تدعيات الازمة العالمية يجب ان لا تأتي على حساب دعم التنمية بالدول الانمية الرئيس بيتكلم عن تنمزل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الاطراف بقمة المناخ الرئيس حالس بصحيفة الاهرام وزيادة عبدالله زلطة بيقول ملتزمونا بزيارة مخصصات الدعم والحمال الاجتماعية والمعاشات واسيسي خلال مشاركتي عبر الفيديو كونفرنس في قمة البريكس بلاس الارهاب اكبر تحديات البشرية وانحتاج لجهد دولي لتكفيف منابعه ومعالجة اسبابه ده مشاركة الرئيس فيه عبر الفيديو كونفرنس في جلس الحوارة في حيث المستوى للتنمية العالمية في اطار البريكس بلاس وزيلك تحت رئيسة الرئيس الصيني الرئيس الحالي لقمة دول البريكس شدد الرئيس على انه يتعين رئيس المصري صحف تحسيسي يتعين على المجتمع الدولي يعني ان ينخرج بشكل اكثر فعليا واجابية في جهود لتمكين الدول النامية من تحقيق التنمية وده كلام الحقيقة كله مخص التنمية في هذا الاطار وانا مبسوط كمان من الجرائد انه بكرة يعني معظم الجرائد نقلة الخبر بتاع القمة المصرية القطرية يعني اخباري اليوم قمة مصرية قطرية بالقاهرة ومبحثات بين الرئيس وامير كطر حول تطورات القضايا الاقليمية والدولية سيد احمد حمدي ونفس الكلام اللي احنا قلناه ونفس التقرير اللي احنا قلناه طبعا حضراتكم ده بالنسبة لصحفة الجمهورية قمة مصرية قطرية بالقاهرة اليوم كويس ان احنا يعني شغالين على طول ومتابعين بدقة كل ما يحدث فده نيجي في الطبعة الاولى ما كانش المفروض ممكن ممكن نيجي في الطبعة التانية في التالتة على حسب انا صحفي وعارف يعني لكن اما كويس انه وليح وده في الطبعة الاولى وفي اخبار اليوم طلع رئيسي وفي زمن احمد حمدي وفي الجمهورية خبر يعني تاني وفي الاهرام برضو خبر تاني لكن على كل الاهتمام بالزيارة واضح جدا الاهتمام بالمباحثات واضح جدا الاهتمام بالعملية التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية وعلاقة مصر اقتصاديا بدول العالم واضح جدا فيه الاجتماع البريكس بلاس اللي شارك فيه ست الرئيس مع مجموعة كبيرة جدا من الرؤساء برئاسة الرئيس الصيني في هذا الاطار لو كلمنا على الصحابة خليني الاول اخد القوات المسلحة تونعي شيخ المجاهدين في سيناء بحب اقول حاجات دي يعني انك تدو كل احد حقه لما القوات المسلحة المصرية تونعي شخص ما اذا لهذا الشخص ليه اياد بايداء مع الدولة المصرية فيه نوع من انواع حمل الجميل فهنا القيادة القوات المسلحة في صحفة الشروق نعت الشيخ حسن علي خلف شيخ المجاهدين في سيناء ولازه توفي عن عمر 72 عام للفقيد دور بطولي في حرب اكتوبر المجيدة والذي سيظل خالداً في سجل التاريخ وتتقدم قوات المسلحة لأسراته ولأهالي سيناء بخلص العزال نفس النظام اليوم السابع زمن الأستاذ زاكي القاضي قوات المسلحة تونعي شيخ المجاهدين في سيناء الشيخ حسن علي خلف نفس النظام في الدستور القوات المسلحة تونعي حسن علي خلف شيخ المجاهدين في سيناء رحمه الله رحمة واسعة والحمد والسرطة السابر والسوء